المسلسلات وتصلية الضوء على الأبطال زي ما بنقول وزي ما كنا بنكلم دلوقتي أنا بشوف أنه الحقيقة دي قناعة يعني اللي قاله سيادة رايس السيسي نهاردة قناعة منه وإيمان منه بالفن وقيمته وقيمة القوى النعمة المصرية النهاردة طالب سيادة رايس الصبح بعمل مسلسلات قصيرة فكرة الخماسية وفكرة السبعية لحضراتكو عارفينها واللي بدأت بالفعل من فترة بتقدمها المتحدة بشكل مكسف وشكل عظيم جدا بتتفرج على مسلسل أو على حكاية في خمس حلقات أو في سبع حلقات ده اللي بتقدمه المتحدة نهاردة سيادة رايس طالب تعمل زي خماسيات خماسية أو سبعية يبقى فيها قصة بطل من أبطال الدخلية مهم جدا إن احنا نعرف تاريخهم مهم جدا نعرف تاريخ أبطلنا في الشرطة المصرية وفي الدخلية المصرية وإيه التضحيات اللي هم عملوها على مدار تاريخهم وده الحقيقة فيها رسالتين أنا بشوف ده فيها رسالة الإيمان بالفن ومدى تأثيره رسالة تانية أيضا الإيمان بالتضحيات اللي بتقدمها الدخلية المصرية مهم جدا المواطن المصري يبقى عارف ده وأنا بتصور أنه أكيد المتحدة يعني هتبقى شايفة أنه ده تكليف حينفذ بشكل سريع وأنا يعني من غير ما تبقى عندي معلومة لكن أنا على يقين بأنه ده حنشوفه قريبا جدا قصص حكايات أبطال من الدخلية المصرية النهاردة حيث سيادة الرئيس قال ربنا سبحانه وتعالى حمى مصر وقال أنه في بلاد بقالها عشرين سنة غير قادرة على العبور من الأزمة اللي هي اتحطت فيها أكيد الدول دي حضراتكم عارفينها ودول تاني بدأت في 2011 في دول طبعا اللي فات عليها عشرين سنة دي لغاية النهاردة فيها توطرات وما فيش فكرة الدولة الكاملة ولا الأمن ولا الأمان اللي موجود دول تاني بدأت من 2011 واللي حصل في ما أطلق عليه الربيع العربي والحمد لله أن احنا بوعينا فهمنا القصة دي احنا شعب المصري العظيم ده استوعب المسألة بسرعة وفهم اللعبة بسرعة وفهم المؤمرة بسرعة لأنه ليه حد هيقول لي أنت مع فكرة المؤمرة أقول له والله طالما الدول اللي حصل لها من 2011 ما قمتش على رجليها لغاية دلوقتي يبقى دي مؤمرة ما هو أصله تفسيرك إيه لأنه في دول لغاية دلوقتي لا عندها برلمان معترف بيه ولا عندها حكومة ولا عندها ما فيش ما فيش أنت بتكلم فيه شعوب ثابت بلادها وجات قعدت هنا في مصر والده اللي دايما نقول لحضراتكو عليه دوروا كده وشوفوا اللي حواليكو دول اللي حوالينا عاملة زي فيش دولة وقفة على رجليها نتمنى طبعا أن كل الدول لأنه استقرار هزي الدول من استقرار الدول الجوار أو الدول المجاورة لكن ده لازم نحطه في اعتبارنا يا جماعة لازم نحط ده في اعتبارنا ونبص كده نشوف إحنا عندنا ستة مليون ضيف من دول مختلفة منورينا ومشرفينا ودخلين ولادهم مدارس وهم بيشتغلوا فتحوا مشاريع وعيشين وسكنين واشتروا بيوت وا 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 سابوا بلاده وأكيد كل اللي عاملينه ده ما يعوضش ولا يوم إنه هم يعيشوا في بلاده فده مهمة أو إن احنا طول الوقت نركز عليه ونركز عليه لأنه الحقيقة إحنا فيه إذارفة أو لحظة محتاجين إنه يبقى فيه استفاف لأنه الاستفاف والصبر علمحا وهنا بتكلم على الغلاء اللي لاطت العالم كله والأزمة الاقتصادية اللي مسمعها في كل دول العالم اللي مسمعها في رجل الحقه